إذا كانت الأرض تدور كما تقولون وأيضاً القمر مرتبط بها ويدور حولها وهذا سبب آخر لعدم التناسق لأن له جاذبية حسب قولكم وله كتلة تختلف عن كتلة الأرض وكثافة تختلف عن كثافة الأرض والإثنان الأرض والقمر يقعان داخل مجموعة لها كتل غير متناسقة ولها جاذبيات مختلفة حول الشمس أيضاً لها جاذبية فمن خلال ذلك أين هي المعادلات التي تصف لنا مثلاً حالة التوازن أو الاهتزازات لهذه المجموعة وهل توجد أصلاً معادلة أو دراسة أو بحث يصف لنا كيفية التوازن لهذه المجامع أنا أأمن لكم الجهة على هذه التساؤلات لا يوجد مثل هكذا بحوث أو معادلات على الإطلاق لأنهم يعرفون بأن الأرض لا تدور وأن الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار هم اللي يدورون حول الأرض وبنظام معقد وغير معروف على الإطلاق وهذا هو الإعجاز للذي يبحث عن الإعجاز أما الصورة التي وضعوها في مخيلاتنا من فرضيات وخيالات وفضاء وغير شيء ووضعوا لها قوانين وأسباب تحكمها بدون أي سند أو دليل فهذا ليس إعجاز وإنما هو الاعتقاد الكامل بالصدفة والعشوائية المحضة ولكي يكون بديلاً للاعتقاد الإلحادي في أزلية وسرمدية الكون التي تنفي وجود الخالق بنظرية جديدة وهي نظرية الانفجار لماذا؟ لأن النصوص المقدسة النازلة من الخالق على الأنبياء عليهم السلام وحصوصاً النص القرآني المقدس أوضحت بما لا يقبل الشك وبمفاهيم واضحة عن كيفية خلق السماوات والأراضين وما بينهما وبصورة هندسية واضحة متكاملة البهاء الإلهي للصانع العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النحل الآية 15 وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون في سورة الأنبياء آية 31 وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم وجعلنا فيها فجازاً سبلاً لعلهم يهتدون في سورة لقمان الآية 10 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءاً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أعزائي وحباي أرجو أن تعيرون انتباهكم جيداً هذه ثلاث آيات يخبرنا الخالق بأنه سبحانه مر ألقى في الأرض ومر أخر أخرى جعل في الأرض رواسية لغرض منع ميدان الأرض لكن أرجو أن تنتبهوا لأن النص المقدس محكم ومتكامل لأنه صادر من الخالق العظيم الكامل الذي ليس كمثله شيء أنا أخذت هذه الآيات لكي نستدن بها على ميدان الأرض وكيف أن الرواسية هي المسؤولة عن منع هذا الميدان اتفق معظم المفسرين على أن الرواسية هي جبال لكن اتفاقهم جاء على أساس اعتباطه ولم يكن بتحليل علمي من رحم القرآن الكريم ونظامه البديع المتكامل أو من الموروث الإسلامي للأحاديث لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنهم يتعاملون مع الآيات ومفاهيم القرآن على أساس اعتباطي مثال على ذلك لو تبحثون في كتب التفسير عن هذه الآيات الثلاثة التي قلتها لكم لرأيتم بأن هذه الآيات تفسيرها واحد مع العلم أنها ثلاث آيات في ثلاث سور وفيها اختلاف كثير صحيح إن كلماتها متشابهة وللوهل الأولى يتبين بأن موضوعها المعلن هو ميدان الأرض وهنق السماء والهداية ولكن أفعالها والفاعلين فيها والمخاطبين عبارة عن ثلاث شخص وأنا الآن ليس لدي وقت لبين لكم ذلك وإن شاء الله في حلقة أخرى لكن باختصار شديد جدا في الآية الأولى بأن المتكلم هو شخص غير الله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض إلى آخر الآية وإعرابها يكون ألوى وحرف عطف ألقى فعل ماضي والفاعل ضمي المستطر تقديره هو سبحانه وتعالى إلى آخر الإعراب إذن المتكلم هنا ليس الله سبحانه وتعالى وإنما شخص أخبرنا بأن الله ألقى الرواسية ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الخبر في القرآن على لسان هذا الشخص في الآية الثانية أرجو الانتباه وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَإِعْرَابَهَا يَكُونَ هَكَذَا الْوَا وحرف عطف جَعَلْنَا فعل ماضي مبني على السكون لإتصاله بالنار والنار ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهنا المتكلم ليس فردا وإنما إثنان أو أكثر وإن الله حكى في القرآن على لسان هؤلاء الشخص والجعل نسبه لهم بمعنى أنهم أول فاعلين في الجعل طبعا أنا متأكد أن السامع لكلامي الآن فأنه لأول مرة يسمع شيء مختلف عن المعتاد وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى نسب الجعل لهذه الرواسي لغيره سبحانه وقال وجعلنا أما في الآية الثالثة ففيها مفاهيم في غاية التعقيد ولا أريد أن أدخل في تبيانها الآن لأنها تحتاج إلى وقت لغرض إعطائها حقها في التوضيح ومن هنا يجب على الشخص الذي يتعامل مع القرآن أن يكون في غاية الدقة والانتباه والبحث عن هذه الشخص الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن من هو؟ ولماذا لهم هذه القدسية؟ وكيف نسب لهم مرة الكلام عنه ومرة أخرى نسب الجعل لهم؟ فإذا أردنا أن نفهم القرآن على حقيقته يجب علينا أن نفهم من هؤلاء وأن القرآن الكريم مملوضة لهذه المفاهيم وبالتالي إذا حاولنا أن نفهم ونستوعب ذلك سوف نصل إلى الحقيقة التي يريد الله سبحانه وتعالى اتباعنا لها والتي تجعلنا في مقدمة الأمم بل في درجات عالية لا تستطيع ولن تستطيع أي أم الوصول إلى درجتنا وعلومنا وليس كما نحن عليه اليوم من الذل والهوان والانحطاط وذلك لأننا لم نتبع ونرضخ لهذه الحقيقة وترى المفسرين في جملة واحدة في آية ترىهم يختلفون أشد الاختلاف كما في الآية الثالثة خلق السماوات بغير عمد ترونها فقسم قال إن السماء مرفوعة بدون عمد والقسم الآخر قالوا مرفوعة بعمد ولكننا لا نستطيع أن نرى العمد فإذا كنا لا نفهم جملة في القرآن فكيف لنا أن نفهم القرآن كله فإن المفسرين ورجال الدين اختلافهم كبير في تفسير كثير من الآيات بل معظم الآيات وترى قسم منهم يذهب شرقا والآخر يذهب غربا في التفسير لآية واحدة ويضعون الناس في دوام وحيرة من أمرهم وهذا هو الاعتباط بعينهم لأن القرآن كلام الله ولا يجب أن يتناقض على الإطلاق وحاشاه من التناقض وإنما التناقض جاء إليه من المفسرين لأنهم تركوا صاحب القرآن وسنته وعترته الطاهرة المسؤولة من بعده عن التفسير وسوف آتيكم بالأدلة خلال هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة لنأخذ مثال كيف فسروا كلمة ميد قالوا المفسرون في تفسير كلمة الميد بأنها الزلازل أو الاهتزازات أو الرجفة وغير ذلك من هذه الظواهر التي تحدث في الأرض وقالوا في تفسيراتهم بأن الله منع كل ذلك بالرواسي ولكن أنتم ترون بأن الأرض فيها كل هذه الحركات من زلازل وهزات ورجفان ويقال لا يخلو يوم عن سماعنا بحدودة زلزلة هنا أو هناك أو رجفة أو اهتزاز فكيف إذن منعت هذه الرواسي الميدان حسب هذه التفاسير وبالتالي يفقد النص المقدس معنا أو يكون هذا النص المقدس في هذه الآيات محدشبوك من قبل المسلمين وخصوصا حين دخول العلوم المادية الحالية وانتشارها بل وأن كثير من رجال الدين أخذ يقيس القرآن الكريم على هذه العلوم والمفروض العكس هو الصحيح أن يقيس العلوم على القرآن والروايات الواردة من الموروث الإسلامي لأنه في طيات النص المقدس يكون العلم الحقيقي وليس القيال والفرضيات والتجربة الخاطئة كما في العلوم المادية الموجودة بين أيدينا ولذلك فإن رجل الدين حينما يتبع العلوم المادية ويقول بكروية الأرض ويؤمن إيمان كامل بطيرانها في فضاء خالي وليس له أي تجربة أو معرفة فيها ومن جهة أخرى المفاهيم القرآنية المشوشة لديه من خلال التفسيرات المتناقبة التي يقرأها فإنه يفقد اتزانه الإيمان القرآني أو الروائي من الموروث الإسلامي حول حقائق الخالق للأرض ومن ضمن هذه الحقائق هو أن الأرض مسطحة ومندودة ومفروشة ولها حافات وكأنها سفينة عظيمة وكبيرة جدا على الماء مخلوقة من زبد الماء وأنها دحيت من تحت الكعبة على الماء وليس في فضاء خالي من كل شيء وبالتالي تكون هذه الأرض عبارة عن سفينة عظيمة تحمل كل المخلوقات التي عليها وفوقها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وأيضا تستطيعون أن ترجعوا إلى حلقة تفسير آية الفتق والرتق وكيف فسر حفيد الرسول العظيم صلى الله عليه وآله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام هذه الآية وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض من الماء ودحاها فوق الماء من تحت الكعبة وبعد ذلك خلق السماء أيضا من الماء وكما جاء في التفسير الكبير للطبراني الجزء الرابع صفحة 188 في تفسير هذه الآية وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم قال ابن عباس إن الأرض بسطت على وجه الماء فكانت تميد بأهلها كما تميد السفينة فأرساها الله بالجبال الثقال ألاحظتم كما تميد السفينة وإن تفسير ابن عباس وتعبيره ووصفه للأرض بالسفينة وقوله فأرساها بالجبال الثقال وإن وصف ابن عباس واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار وغير قابل إلى أي تأويل وتستطيعون أن تتخيلوا كلام ابن عباس في حياتنا هذه أن السفينة العظيمة حين إملائها بالأثقال وركودها على الماء فأن الراكب فيها لا يحسب ميلانها يمنى أو يسر وهذه هي الحقيقة ومن هنا حين فهم النص القرآن بصورة صحيحة ومن خلال الموروث الإسلامي والإيمان به كعلم له الحجية الكاملة على كل العلوم الأخرى وإخضاع كل العلوم إلى العلم الحقيقي في القرآن فحين ذاك سوف يتبين لنا الحق ولا نخاف أن نقول بأن هذا هو الحق وغيره هو الباطل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته